اشتركوا في القناة صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين ربتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتنا كنا معكم فنفوذ فوزا عظيم إن كان عندك عبرة هاي من الخالدات اللي ما تنسى وإلها طعمها بها الأيام كتبت بإخلاص رحم الله سيد رضا الهندي إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى يا 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 نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة فقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا يا 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 على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولتان اليوم بعد نهاية مجلسي أريد المعتم كون ما يقصروا ما قصرتوني والله في هالأيام مذهولتان تصغي لصايا آيا 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 لصوت أخيها لم تله عايا جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت يا أخي تشكو لواعجها إلى حاميها هذه نساء كمن يكون إذا سرت إيت في الأسر سائقها ومن حاديها أَيَسُوقُ هَا زَجْرٌ ترضي أبو فاضي؟ أَيَسُوقُ هَا زَجْرٌ بِضَرْبِ مُتُونِهَا وَالشِّمْرُ يَحْدُوهَا بِسَبِّ أَبِيْهَا بِسَبِّ أَبِيْهَا يَا 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 عَجَبًا لَهَا بِالْأَمْسَ أَمْتَ تَصُونُهَا وَالْيُومَ آلُؤُمَيَّتِينَ تُبْدِيْهَا وَالِي ثُوبِ المَعَزَّ مِنْ عُقُوبُ عُزِّينِ زَعْتَ وَالْمَايْ مَتْهَنِيَتْ بَهْ لَمَّا شَرَبْتَ ضَهْرِ الْهِزِ الْعَالِي وَقُوبْ عَيْنَكْ صَعَتَ إِبْلَيَّ وَالْيَحْسِينَ بَبْرُورٍ خَلِيْءٍ قَبُولُ الله يرحمك يا شيخ إبراهيم الديراوي اسمعوا الأبيات قَبُولُ لُورَادَ وَالْوَادِينَ عَنْ خِدْرِ الْعَرَبُ يَحْشُونَ قَالَوْ لُوْ خِدْرِ زِيَنِيبْ لُوْ مَا مِنْ خِدْرِ بِالْكُونَ قَالَتْ مَا أَدْرِي شَجَاوُبْهُمْ عَلَيَّ لَمَّنِي نِشْدُونَ وَقَالَوْ مُوْ شِخِتْ عَبَّاسِ هَايِ الْبِيَنْ قُومَ ارْجَاسِ تِتْفَرَّجْ عَلَيَّ النَّاسِ عَلْيَا أَبُوْيَ عَنَ الْمَابِدَى لِخْيَالِ فُرْجَ الدَّهَرْ خَلَّانِي أَحْسَنْتْ أَحْسَنْتْ ذَلِّيَتْ أَوْعِلَانِ الذِّيِّلِ وَتَرَاكَمْ أَقْبُوبُ الْيَمَّةِ وَتِبَدَّلْ مَايِ مِنْ عَيْنِي وَطَاحِ الشَّمِلْ شِيلِ إِمَّةِ عَفَانِي شْكُثُرْ أَحْمِلْ ضِيمِ وَقْلَيبِي شْثُقُلْ هَمَّةِ هَمِّلْ مَا تِشِيلْ أَجْبَالِ وَلَا جَانِ خَطَرْ عَلْبَالِ أَرُوْحِ مَتْشَتِفَ بِحْبَالِ عَلَيْ مَرِّ الْخِدُرْ مِثْلِ الْحِلِئِ وَفْقَدِتْ وَلْيَانِي عَلَا جَانِ أَنَا هَذَا الْبِيَّةِ حَضَّرْتَ مِنْ قَبْلِ الْقَرَايةِ يُمْكُنُ بِشَهْرَيَنِ ضامَّ الهَي الليَلِةِ اسمعوا رجاء وريد تقفي ويعي بالبيت شوفوا آخر تشلمتين ويصيح بعد جرح القلب ما يطيب ويصيح غريبة ولا أخل ينوجد ويصيح من رخصتكم ويصيح عدوي طبع الأبن زياد ويصيح اخت عباس جبناها ايه اخت عباس جبناها ايه جبناها سبي اه اه وحسين زلزلوا يا ايه خويا شنية شنة مصوات ايه اخواني تجوني تجوني يقدم سابق علي وادللوني وبفاضل تعالوا من الناقى نزلوني تعالوا من الناقى نزلون وعلى حسين وحزني وياي وياي على حسين وحزني على حسين وحزني لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين كان لزاما علي في هذه الليلة أن أجمع وألم مجلسي من أول ليلة إلى هذه الليلة حتى لربما البعض غايبة علي كلمات التي تفوهت بيها من بدء المجالس إلى هذه الليلة جئت بسلك ينتمي إلى الحسين عليه السلام وهو طريق الإصلاح مهما استطعت لا لأني مصلح أو صالح وإنما أمون على أخواني الشباب شيبتنا الكرامة تعلمنا الحش من أجوم أحبا وهذا سوادكم وحدادكم وعزائكم وبكاءكم هذا ماك واحد يكذب محبتكم لسيد الشهداء لكن أكثر الناس خبا للحسين واهتماما للثورة الحسينية اللي يمتثلون الأوامرة فيا شباب العقيدة الحسين جاء مصلحا وهذا المنبر منبر إصلاح نقاط ثلاثة أود أن أشير إليها حتى لا أنساها أول نقطة إحنا ما نريد من قدكم وتعطلون أشغالكم على طيلة السنة وبس تتبعون المآتم لكن حملات تكسرون وتقطعون فرد قطعة لأن في ناس إذا انتهت ليك 13 محرم بعد غاضوا عن هالمجالس ما يحضرون هالمجالس مدارس تبعوا فيها الخطباء المتمكنين الملهمين اسألوهم تعلموا منهم العقيدة الصحيحة لأنه إحنا أمواج وتيارات جاي حتى من داخل المذهب يطعنون في مذهبنا فشكوا شيء حتى اليوم هالخير هذا الله يذكره بالخير اكتب سلامته كان يسأل عن بعض النقاط الذي حتى من شيعتنا بدأوا يعترضون على ثوابت التشيئ وهذا طبعا يجوز في كل زمان وفي كل مكان بس أنت لا تزلزل من كل واحد تسمع تقبل ها روح للي تعتمد عليها وأخذ عقيدتك الصحيحة اسأل عنها حتى تتحزم لأنه إذا سكتت عنها لربما تخرب عندك كثير من العقائد ليش أنا وأنت لا سامح الله إذا مرضنا في البدن سرعان ما نراجع فيه الطبيب حتى لا يختل البدن كله كيف إذا مرضنا في العقيدة وفي الدين ها كون نراجع أهل الخبرة ونسألهم مو من كيفناها ترى هذا الدين مو أهواء نفسية لا مو بناك كل شيء اللي جنابك تسويه باسم الدين عد الله مقبول الله شي يقول فاستقم شنو يحكيها كما أمرت أنت شكو شي تسويه كون إلى جذور هاي وحدة خلها عندك اثنين الكلمة الثانية لأخواني الشباب الحسين وقف قبل أربعة عشر قرن قال ألا من ناصر ينصرني ترى النداء لكم والله مو لك لعداء الطماعة السلابة القتلة لأ لكم يعني هاي دمائي ثورتي وإلادي اللي قتله وخواتي اللي سبوهن قدروا موقفنا بي من يا ابو عالي بخدمتكم ونقول لأ لبيك يا حسين بي من لبيك يا حسين قال الفرد منكم إذا أصلح نفسه يعني أنا أحكي عن نفسي والله يبارك فيكم يعني أنا إذا كنت كذب بي يكون أجوز من الكذب وإلا إذا تخلص من عندي عشر تأيام وأنا بعدني أكذب إذا ما أثرت علي الثورة الحسينية إذا كنت ما ملتزم بالصلاة يا شباب العقيدة هاي الصلاة الصلاة الحسين سلام الله عليه ما تركها حتى يوم عشر وما أخرها وهل قام إلا من أجل إحياء الصلاة ومامكم الصادق سلام الله عليه على فراش منيته جمع الوادم وقال لهم وليها البيتي وعشيرتي قال لهم سلمون على الشيعة قولوا لهم لا ينال شفاعتنا مستخفاً بصلاته مول ما يصلي ما يصلي بجهنم الله يقول لهم ما نشهد بالله هنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذاك المستخف بصلاته اللي ما يهتم لها اللي ما يروح لها بوقتها اللي ما يتهيئ لها هذا المستخف بالصلاة هذا يوم القيامة إذا عند ذنوب لا يعتمد على أهل البيت يخلصون منها لأنه ينقذون بمن قانونهم هم سنوا هم شرؤوا قالوا لا ينال شفاعتنا مستخفاً بصلاته من الأصلاح من الأصلاح أنه الاهتمام والاحترام للآخرين يعني قد أنا أختلف معاك بأسلوب بطريقة هذا الأسلوب بالطريقة اللي أختلف بها معاك أنا مطمئن ما تطلعني لا من الدين ولا من المذهب ولا من العقيدة يعني الاتيان بها وعدم الاتيان بها ما تطلعني أنا من الدين ولا تدخلني في الدين فأنت لا تجرأ أن نفسك أن تطاول على آخر يختلف معاك في الفكرة فكرة أنت مقتنع بها سويها وما أحد إلى حق يعترض عليك لكن هم ما إلك تحكي على الآخرين يعني أنا أسألكم سؤال ردوا علي الحسين بهذا قيامه رادنا نقتلف لو نختلف ها نقتلف مو أني شنو اللي جاء معنا تحت سنة البوحمة هو مو كن البوحمة ها اللي جمعنا الحسين سلام الله عليه فيريدنا كون نقتلف قد أنه واحد من قدنا عنده فكرة تختلف عن الآخر فكرتي محترمة فكرتك محترمة إذا تريد تناقشني ناقشني بالتي هي أحسن لو تقنعني إذا ما قنعتني مو معناها تقل لي أحمق أكرمكم الله مو معناها تسبني وتكفرني وتغلط علي هذه الأسلوب إذا صدر من غيرنا لا بس ولكن إحنا تربية آل رسول الله ما يصير إحنا بعضنا يهتش على بعض هذا المنبر الحسين مات من أجله مو من أجل أنا أبرز نفسي وأهدافي الشخصية لا والله هذا خيانة دم الحسين هذا خيانة بناة الحسين هذا خيانة لثورة الحسين اللي سبوهم من أجلي أنا أجي أخلي هذا المنبر ذريع لأهدافي لا وين ما أكو غلط نقول غلط الناس ترضى ما ترضى مو كيف مو شرط المهم نرضي الله فأخواني الكرام أسلوبنا خلي نحسنا بالحوار شيء الآن هذا حاجي ما أجبك تعال حاججني بالتي هي أحسن إذا ما قنعتني ما إلك تحجي علي لأن كلامي هذا ما طلعني من ملة ولا يطلعني من الدين أنا شايف الآن بعض المشايخ الله يوفقهم شو خلوا هذا المنبر يتاني يمتلك يحجي علي حتى هو يحجي علي لا والله هذا مو هدف سيد الشهداء أقرث نحن ليش نأكد على السيرة الحسينية نقراها سنويا لأن في براعم كانوا يجون العام للمجالس هالسنة واعو أكثر كون يسمعون أن الحسين قبل لا يشيل رجله ويطلع من المدينة لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي شوفوا يهو فينا مصلح في نفسه في بيئته في بيته في أفعاله في أقواله إذا لقيته مصلح هذا هو الذي سار على نهج الحسين وهو أولى بأن يقول أنا حسيني من غيره لأن الله يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وانت شنو بناك يعني إذا أنا وأنت سوينه البدل واللطم والعزاء وكل اللي يسويه حسين شنو وفينا ها عود هذا مقام الحسين قد مقامنا أنا وأنت بحيث إذا لطمنا عليه شفينا صدرا من رض الخيول ها لا والله إش ما تسوون ما توصلنا لغاية ولكن أقل لك أخوي شد شد خليك مع الحسين خليك مع شعائر الحسين خليك مع الأفكار الحسينية ولكن بنفس الوقت أنت أعرف بنفسك المواضب على الاحترام والصلاة وبر الوالدين ها والاهتمام بأوامر القرآن هذا اللي يريد من عدنا سيد الشهداء سلام الله عليه وأنت تطلعون تطلعون على أفكار الحسين لأن الحسين مو بس الثمن في محرم اللي قضاها لا اللي قبلها قبلها شوفوا تعامل الحسين شوفوا علم الحسين شوفوا احترام الحسين هذا كل اللي كنت تطلعون عليه شوف أنتوا حسينيين أنتوا نذرتوا نفسكم الحسين سلام الله عليه بنفس الوقت كل ما تقبل الذل وبنفس الوقت يصير عندك تسامح وساعة صدر ساعة صدر خلي عندك الحسين عنده قاع يجل يقال فلاح مطرود من القاع شطاردك عمي قال الوالي طردني قول هاي مالتي قال الوالي روح روح للقاع وجد الوالي هاي قاعك قال يقاعي قال مالتك هي هاي قاعي ما يرضى الحسين مولانا صرعه الحسين صرعه مالتك 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 وسامحني واسامحني خذتها من عندك الحسين قال لحسين مدام اترفت لقاع مني لك وما روح وانا مسامحك هذا الكريم السنة ما روح من عندك تتنازل عن ممتلكاتك بس إذا واحد أسائب حقك وجقلك سامحني شطلوا بعد ما تسامح عمي ها انت بهذا الخط الحسين خليك عفو مسامح أنا بديت في مجالس وشفت بعدين كان لزام علي أنه أطرق إلى بعض أمور العقيدة مبدأ محرم إلى يوم سابع ولا يوم ثامن أنا تكلمت عن بعض الأمراض التعالي العوج ها بدأت اللسان الحسد الغيبة الافتراء النميمة حب الدنيا حب الشعوات الخيانة النفاء هذا مبتلا به الإنسان هو خليه طبيب نفسه إذا انتهت من عندك الليلة اقعد وحاج روحك قول يا أبا عبد الله احترام لدمائك الزواكي فطرات الدم اللي أريقت منك على رملك ربلا أنا أريد من عندك موقف يوم القيامة توقف لديك الموقف المهول المخيف وأنا في المقابل راح أستجيب لندائك مثلا سيدي أنا كنت أستغيب الناس بعد من هالليلة أبطل كنت عندي تكبر أشوف نفسي حسن من غيري ومتعالي على الناس من هالليلة راح أنزع هذا الكبر يا من عندي إذا هذا المعنى طبقنا علينا هذا يثلج قلب الحسين وهذا استمرار لثورة الحسين وهذا الذي أراده أبو عبد الله سلام الله عليه وإلا شنو المعنى الحسين اليوم على التراب الحسين أو لمس وأمس واليوم على التراب أنتم ملتفتين للمعنى لأولا سيد شباب أهل الجنة على التراب طائح اليوم ثلاث أيام راس ما عنده أرد بسط لكم الأمور اليوم كلش راس ماكو والخيل طحنت طحن ما مخلي يبي شي ولقاع سودة من الدم ومن الحرق خيل ميتة رماح معواية سيوف مكسرة دروع طائحة عرفت وأجساد صرعب لي روس ماكو روس طلعوا عائلة الحسين من كربلة صبيحة يوم 11 صبح يعني بدأ الظلام ينجلي النور يبزغ قالوا للنسوان يلا خذوهم بالقوة طلقوهم من كربلة يقول الإمام زين العابدين حملونا على البريد على البريد شنو البريد احنا تدرون ليش نرويكم مصائبهم حتى تدرون أنه اللي صار عليهم من أجل كرامتنا وكرامتكم فنحترمهم في أقوالهم وفعالهم عرفتش لون حتى هما يمتازون بنا يحبوننا يقولون إذا صرتوا بالمجتمع خلوقين تقدون الأمانة صلاتكم وبوقتها فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه هذا الحشم هذا الإمام العسكري جاي يحتي لكم إذا مليون واحد غير الإمام يجي يحتي لكم تقبلوا من الإمام له غيره ها اسمه إمامكم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى أمانته وحسن خلقه كون السانة يضيج من التلمة الغبرة ما يحتيها يقال هذا شيعي فيسرني ذلك جروا إلينا كل مود وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك إذا حتوا علينا هم يسقطون ياهو بالعالم يحتي علينا يسقط أنا متعجب على العالم هذا المطلع على شخصيته للبيت هذا بنخلدون بنخلدون كتابه ومشهور وعالم متعجب أنا من عنده أين علمك أنت يا رجل يقول وشذ أهل البيت بمذهب ابتدعوه عجيب أهل البيت عندهم بدعة فيسقط يسقط اللي يحتي على البيت يقول اللي يحتي علينا ما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك وما قيل فينا من حسن فنحن أهله لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذب أكثروا ذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآل محمد الله يبارك فيكم يا شباب العقيدة الحسين فضلاً عن حسب وطهارته ونسب الحسين عالم أسره بلا منازع إلى يومناها علماء الأمة هم علماء الإسلام فهذا العالم بكل شيء والدليل على الله صار بشيء ما صار في العالم من أجل كرامتي وكرامتك وأكو كلمة قلتها وعدتها وأقولها بعد مرة الحسين لو ميت بالمدينة ومدفون بالبقية قد قال الله نفس الاحترام اللي الآن في كربلة تدرون لكن هذا اللي سوى الحسين فضل على راسي وعلى راسكم قال حتى بموتي بهاي الموتة تحيى نفوسهم لذا لما تقرأ له بالزيارة ما تقل له صليت لا أشهد أنك أقمت الصلاة هاي الصلاة اللي أنا وأنت نصليها وهي رأس الأعمال ليش أذكرها ما أذكر غيرها قال لأني إن قبلت قبل ما سوى هاي الصلاة إذا قبلت وأعمال نرضينا بها الله أنت أقمتها يا أبو علي أتحلوا بالحسين وامتازوا بالحسين وكون جنابك تعرف أن الحسين هممتاز بيك ويحبك بسلوكك بأعمالك أرضي الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب هاي يا شباب لهم مغفرة وأجر هاي فيه سورة الملك شك واحد يخلي نفسه تتأثر بكلام يخرج من حسينيات سيد الشهداء هذا هو اللي يرضي الحسين سلام الله يا لهم اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذا اللي عندنا ما عد غيرنا الآن شوفوا متأثرين الحسين فما جالسنا عامرة حاضر الناس الرجل أذن واعية سامعة تتقبل هالحقائق فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يا أخي وطلقهم من كربلا يقول الإمام بل حملون على البريد شنو البريد هاي صعبة أشوي أبسطها لأخواني الشباب يقول طلعونا واحد سبقنا من كربلا لكوفة هذا يمشي من دون وقفة بسرعة يروح يقول ليهم تحيئوا ترأيجوكم السبايا فدق دم وطلعة الوادي المن يتفرجون على بنات رسول الله والبريد والبريد لا زال يمشي قدامهم طبعا من بلد إلى بلد مثلا راحوا إلى وين مثلا من الكوفة راحوا لغير مكان عرفت كان يسبقهم ويروح للوالي يقول لي اجوا جماعتنا شي سوي لهم الوالي يبدل رواحلهم يبدل ملابسهم ينطيهم فلوس يكرمهم يطيهم طعام وهكذا من بلد إلى بلد البريد يسبق ويروح يرحبون بقتلة الحسين وقال رسول الله ما يخلون هم ينزلون حتى من على النياق شي يأكلون بالطريق شي ينطون بنات رسول الله بالطريق هالخفايا اخوه احنا نستحي نحشيها نستحيها من عدكم من مشاعركم شي ينطون بنات رسول الله هذا الاحشي لكل خليه يقول هذا من أجلي صار سووه من أجل كرامتي من أجل حياتي أن أحيا حياة طيبة ودري بيك وهم ما تردون أقول هاي تشلمة توجه كان ينطون هم فاضل الطعام يعني يعكلون الأعداء في الطريق شنو يزود عدهم ينطون البنات رسول الله هذا القليل زينب ما كان تاكل تدرون ليش الضمة يعني أطفال طفل قد الكبير يتصبر يسكت لكن الطفل إذا جاء واني يعرف شنو السبي وأسر فيريد زينب كانت الضم طعامها إذا طفل قال جوع تطي طعام وهذا ما دع زينب هالليلة لو باشر تصلي من جلوس ما بيها توقف بعد ما طيق أكل ما تاكل أدخلوهم على الكوفة طلعت الوادم فرجة فرجة يتفرجون عليهم إلى أن وقفوهم على باب عبيد الله بن زياد هم هم مر دقول شلم أخر شوفوا أنت شرفاء أبناء الإسلام أبناء الحسين تحت هذا السقف ما كواحد يجي إلا عفيف نقي نزيه والأخوات الله يحميهن القعدات كلهم زينبيات مع ما أن كم على جانب كبير من الإيمان والوراء الخوات ما يسمح لأنفسهم الآن ولا وعدة تجرأ الطبع على مجلس فيه رجال ها مع الطيق لكن شو تقولون إذا مجلس بأشباه رجال وغير ما عدهم لا على الدين ولا على الإنسانية ويطببون على ذاك المجلس زينبت علي ها وقفوهم وقصر الإمارة شاحن من الناس وصعد عبيد الله بن زياد على المنبر قال الحمد لله الذي نصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أرويكم نص أنا أنتم ما ترضون به أدري بكم على الكذاب بن الكذاب ثم قال الزينب كيف رأيت صنع الله بكم قالت لي ها إيش نكون نتعلم منها أمام المصائب والزلق والبلاوي هاجكنوا الصير وقورين قالت لما رأيت إلا جميلة جابوا لطمار فتحه قرأ أسماء القتلى والروس جابوها يمه شاف رجل واقف مع النسوان قال من أنت قال أنا علي ابن الحسين فتح الطمار مرة ثانية قال لا وليس قتل الله علي هاي فكرة الجبر فكرة بني أمية يقولون الإنسان يحسن ولا يسيء ترمو من عنده من الله فش قل لي أوليس قتل الله عليا حتى جواب الإمام جواب علمي قال لكان لي أخ أكبر مني قتلته الناس لا تنسب لله الخير بس من الله الشر من ابن آدم انتهى والتفت إلى زينب ساعد شال الله يا بتعلي قال ها الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ما تسكت لبت علي قلت لا يفتضح الفاسق والفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجانة يا أخي اليوم احنا شك واحد عند رتبة في الحكومة في الدولة حتى نخاف نكلم بصوت عالي تدرون شنو ابن زياد وزينب مسبية ومار اقبالها اتقل لليفتضح غيرنا يا ابن مرجانة درى اذا يطول بالحكو وياها راح يلاقي اكلف لهذا خد الصوت ونزل يمكن في ناس تعترض شنو هالحكي هذا بلا عمي يقتل الحسين ما يضرب زينب حسين حسين قتله ما يضربوها بلا اكو صارت بلبلة بقصر الامارة زينب هضمت قالت عبيد الله تريد تقني بمجلسك ما يضربوها زينب انا مني انا بفاضل اجيب ايومك يا بفاضل اليوم اجيب اما وراوي حالغت الغريب انا مني انا بفام اضل اجعد وراك بجفوف اي وقل الحرم صار بشد الله يعودكم تريد طارش يروح لابو فاضل زينب كأنه طارش يريد عنوان وتفاصيل من زينب قالت وين الذي ينغر علينا ويوصل لعدحام الضغين ما وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت العلامة السهم نابت يعز عليكم ويسراه مقطوعا ويمين ويمين ايو بالعمد راس الصعبين يقل لي اللي جبتنا من المدينة ويانا 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 ايو بالمدينة اخلافك يا ابو الغير ان وليانا التطحت واحنا سبين وليشوف الزمان اش عمال بي هاي نزول عند رغبتكم شوف الزمان اش عمال بي خلاك على الشاطر هنا وجدت القبائل صاحب ابن زياد قتلت رجالنا وقل الثوار ما عدنا اعتراض شتسوي النسواننا عندك يلا وكل وحدة مولانا يلا يا تميمية اجو ورات اهلك وانت يا الاسدية وما قل لك مولانا بس ضلت بنات رسول الله نظرت سكين الى عمتها زينب تقيلها عم كل من لها وليان جوها اجوها وصاحوا باسمها وطلعوها ومن الاجانب خلصوها يا حافز يا نب ما حضرها ما حضرها من يوم للطاغ خذاها تسمع بذنها شتمبوها تسمع بذنها شتمبوها يا عيني اخويا اوالي قالتنا لو ادعت بله للجفوني الجفوني وبديار غربة ضيعوني عليهم دهلني عيوني وطلعوهم ووقفوهم فرجل الوادم يا اخي فادمار رجت مرة شايلة طبق على رأسها ومخلية بالطبق خبز وتمر ظلت تطيل الاطفال وهذا ما دعا زينب تكذو الطفل وتطلع اللقمة من حلقة والذبه وتحاجي الطفل والمر تقلهم ان الصدق حرام علينا المرة قالت الزينب هذا مو صدقة هذا نذر نذر وان عرفتيني ونذرتي تقل الزينب اسوه الفلج طب العشرين سنة كان يحكم عندنا بالكوفة رجل اسمه على ابن ابي طالب انا اتمرضت وامي رأسان جابت للبيت على ابن ابي طالب وتوسلنا بابن اسمه حسين تسول في الزينب تقلها كان ياكل تمرة كلها جانب وانطاني الثاني انا كلية تبرأت ام جت نعم الله عليك ابو علي بيش نجازيك بيش نكرمك قلها اذا الله طول عمرك وجوكم سبايا الكوفة كرميهم وظل هنا انتاني هس امي نايمة على فراش المنية وسمعنا اكو اسر جايبين ولكوفة ترى هنا زيانة بدموحة مثل المطرها قالت لها تعرفين الحسين قالت ما عارف قالت لعند امج سلام اخذيه مني وياي وياي مني راس حسين والعباس ذني ايوانا زيانة باليحجو او 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 حسين ولي عاد ابن زياد هدد الامام زين العابدين وهذا ما دعا زينب انتخاف على الامام باشر الامام طلع من الصبح لحد الغروب غايب عن عمته وخواته من رجع تلقت زينب يا عم من الظهر للساد قل لي جنت غايب وين سمع هوهم لت قيون ودي مسال الدموع الغ قال الهق بتال اترحت يم جسم ابو يحسي رحت الوالدي شفت ثلث تيام فارقت يا عم واتفنت جثت ورضي علب السهم مذبوح وست على صدر تدرون الان لو ترحون جنابكم الى قبر الاحسين بس كنت تسمعني ش راح تلقي لما تشيل الصخرة وتشيل التراب تحفر تحفر توصل تلقى بارية مطوية تطلع البارية تفتحها اذا تفتحها وتوصل للاخير تطلع لك اشلاء متقطعة ها ما كراس وتلقون فرطفل صغير نايم على الصدر ها زيالة بسمعت وصاحت انجدك يا غلي نجد يا غم غادة الميت يصير على الترب خد شلانة تفنت تبوك حسيا عم وراس ما قلد سمق حو بشوها الدم يقل ها مختلف وضع يا عم مبدال خد حسيا صار اغلت رب الاخرام ها ايه اخو اعد اه ايه اه 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 هاي اخر فقرة اقولها هاي السلامت وان شاء الله تعودون باذن الله قالها عم لما لما خليت ابوي بقبرة ورتفيل على التراب دنقت غلغ ضمن احره وحبيته واسمقت صوت من منحر ابوي علي ابوي اخيك لا تبعد الرضيعة الرضيعة لا تبعد لا تبعد اريدك غلى صدري شا شحال امه 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 شحال اه تقل لي قلولي اعلى صدر حسين نايم يا بعد عمري يم ابي كسر وصدر تغال اخف غلى صدري ولا وبلر دنشدك ماي الله يعودك يا ملا حيدر حبيبي انت الله يعودك ان شاء الله بلر دنشدك ماي شربت يدف بخيت قلب لو دفن لا لا ما مقبولة منكم الكل يقرؤوا عبو محمد اسمع اصواتكم بارك الله الله يعودكم بلر دنشدك ماي شربت يدف بخيت قلب لو دفنت بالله يدف عن الولي ردان علي اتشان خي ما شراب قطر يدف انت اتشان رشية البنية بل ترد روحة تراخ ما تله هذا بيت الدعاء الامواتكم حصرا يا لبو حمد الله يرحمهم جميعا الحمال الله ابو سالم وعلي وحمد الله يرحمهم جميعا المؤسسون لهذا الماتم رحمة الله عليهم جميعا وموتاكم بلا يحف هذا البيت يوجعها بلا يحفار القبور والسقم جان بهداي عن راس القلب دشلق الزان وقل لها اخيتك شبعة مذلة ومهان اوغال احسين وحزن يلا الاحسين وحزني الاحسين الاحسين وحزني اين الصارخ من هذه الليلة الى محرم القادم ليلة غاشورة حسين 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 احسين بعدك لا هنغيش هاي اقولها حتى شنو جنابكم اكثر تتهيئون لا قرب ماتي ووقت تدفيني حان الصدر خلوه نجفوه في الثنين ليش ليش حتى كلها تقول هذا جد حزين بقبر نام وبعد يلطم على الحسين يا الله استمعون للرادود الله يبارك فيه والليلة دفن الاجساد الزواكي الا انه قبل لا اختم انا رجاء اسمعوني الليلة نهاية مجلسي من الله ومن ارباب العزاء ومنكم ارجو العذر والمسامحة بارك الله الله اسأل ان يعيدنا واياكم على خدمة عد رسولنا واسأل الله بحق مصاب الحسين وما جرى في يوم عاشورا من دون تفصيل ربي انت اعلم منا بنا ويانا اقضي لنا كل حاجة من حوائج الدنيا والدين وقدر لنا ما فيه الخير والصلاح اتهيئ قول الله دون بارك الله انا حتى يتهيئ الرادود انا الوالدة والقلوب لا احتراما لك وادور عزبني وين ممنون ممنون جسم سليب وما الى جفان ونعبت عليها الخير ماذا؟